أكد وزير الخارجية سمح شكري أن زيارة البعثة التجارية الخضراء الأمريكية إلى القاهرة تأتي في إطار التحرك المصري الأمريكي المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات والبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والذين عقد في واشنطن نوفمبر الماضي وكذلك سعيا نحو استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء جاء ذلك خلال مشاركته بالفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والغرفة التجارية الأمريكية ومكتب المبعوث الرئيسي الأمريكي الخاص للمناخ كما استعرض شكري جهود الدولة الرامية إلى تخفيف حدة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والناجمة عن التوترات الجيو السياسية الراهنة وما اتخذته الدولة من إجراءات سريعة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016 كما تطرق شكري إلى الرئاسة المصرية المقبلة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مؤكدا الحرص على أن يشهد المؤتمر مشاركة فعالة من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولية اشتركوا في القناة